الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بآي من الذكر الحكيم يطلوها الأخ الشيخ الحاجي محمد زينب ابن الشيخ أحمد التجاني فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما شكرا فجعلتم منه حراما وحلالا قل قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تقول في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيك وما يعزب عن ربك من مثال ذرة في الأرض ولا في سماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب بيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يعزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم فلنعطي الكلمة إذن لشيخ محمد الأمين ليفتتح الجلسة عالميا ورسميا ونتبتدئ الجلسة بإذن الله ومن بعد ذلك نعطي الكلمة لشيخ محمد القراشي بن شيخ الإسلام العجيب ومن بعد ذلك الحمد لله حقا حمده كما يمس سلطانه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صلاتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن بابه ومفجر فيضته مولانا وسلتنا إلى ربنا شيخ الإسلام الحاجي إبراهيم إنياس الحمد لله الذي بنعمته تتم مصطالحات والصلاة والسلام على منبع الوجود وسر الوجود ورمز الوجود وبركة الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحمد الله على هذا اللقاء الذي يجسد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سرنا على درب مفجر الفيضة ووالدنا الذي كان يحيي الليالية ليالية المولد بالأمداح وبالأذكار وبالحمد والشكر دائماً وأبداً إخواني نحن هنا في هذه الساحة نتذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولاً دائماً ومعظماً فنشأته كنزية الحق وعدها لذاك أتانا قاسماً ومقسماً فآي جميع الرسل آي محمد ولذلك يقول الشيخ له في هلال ربيعه هنيئاً لإبراهيم لا هلاله هلال بدى للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله بأفضل أرض حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن ترعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأخوة هذا يوم عظيم دار الدرد الزمن فاتمعنا مرة أخرى في دار الضيافة كل يعظم في رسول الله وكل يشرب إلى رسول الله وكل يطمع فيما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى أكرمه واختاره والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليل مسراه قد استفى المصطفى من صفا وصفا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إخواننا هذه الندوة نفتتحها استمراراً لتمتع ب أعياد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر الكاتوليكي وهو يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت من الشعر يقول عيد البرية عيد المولد النبوي في المشرقين له والمغربين دوي هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو مؤسس الإسلام ومقويه وهو الذي نصر في مواقع متعددة كل انتصر فيه انتصاراً باهراً بدءاً بغزوة بدر إلى فتح مكة فالرسول صلى الله عليه وسلم هو عين الرحمة الربانية عين الحق طلعة الحق هو الذي أتانا بهذا الخير الذي جعلنا كلنا أحبة متراصين حوله نحمده على هذه النعمة ونرجو الله أن يزيد فيه ويبارك فيه ويقوي عزائمنا على المضي في طريق الشيخ إبراهيم الذي كان يقول فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمراً مستحالاً محرماً كمن رام درك الأمس كالبدر يوماً بأصبع ومن رام يقعد الأمس يوماً وأيوماً فوقته فوقته وساعاتي صرفت لذكره صلاةً ومدحاً منه قد صرت جي لماً شيخ إبراهيم صاحب هذه الندوة والندوات المقبلة تستحق منا أن نعظمه ونتذكره ونتذكر دروسه ونتذكر حرصه على الإسلام والمسلمين ذات يوم كان في المسجد يسلي الصبح وقال كلنا غائبون نحن يومئذ فلما سلم أمر برجل أن ياتي ويزيد جميع ما علينا من غطاء ومن ثقف ويهدمون لنا بيتنا يقول لأني لا أساكن في مدينتي من لا يؤمن بالله ومن لم يصلي فهو لا يؤمن حقاً بالله وتعالى طبنا إليه وسامحنا قلنا كما قال ابن الإمام كان يغيب دائماً في صلاة الفجر وذات يوم قاله والده أنا لاحظت أنك دائماً تغيب في صلاة الفجر ولكن في هذه المرة إذا لم أرك في المسجد سأعاقبك هو نام نام حتى سمع الوالد يسلم فجاء إلى الباب وأمسك بالنعال الوالد حتى خرج قالوا صليت قال نعم قال ماذا قرأت في الركعة الأولى وفي الثانية قال أنا جيت وأنت في القنوط أنا جيت وأنت في القنوط إذا الشيخ إبراهيم كان يقول لنا إذا وجدتموني غضبان متأثراً بغضبي لو رأيتم قلبي وما فيه من الرحمة والشفقة لكم لأصابكم الضحك كان نعم القائد مرة كنا أنا وحفيده الإمام حسن كنا في بيت خاله حاج أحمد يس وكنا نلعب طاولة دمية فأرسل إسحاق ينادينا على الهدائي فقلنا نكمل هذا الدور فجاء مرتين ثلاثاً ونحن نكمل ما نحن فيه فلما دخلنا بيته قال لعلكم قلتم في صلاة لأنكم لا تستطيعون أن تؤخروا غضائي إلا من أجل الصلاة اعتزل لنا وجد لنا فرصة نتسلم منها إلى الخارج الشيخ إبراهيم نعم المربي كان آية في محبة رسول الله وكان آية في محبة الشيخ التجاني وكان آية في محبة رب العزة والجلال ولذلك كان أنه في زمن كوسي جاءت أمنا عائشة فقاله أسقني فآتت بماء فسقاه فقال اسقني فأتى بدلو كبير من الماء فسربه ثلاثا مرات ثم قالوا اسقني إذن في ذلك الوقت كانت به معانية يجب أن يخرج إلى الوجود ولم يجد فرصة بعد لإخراجه ولما أخرج عرفنا أنه فيض الشيخ التجاني الذي يقول الشيخ عنه بفيضية فيض البر والبحر جملة وإني نفس للأمين وصحبه أيها الأخوة مناسبة ذكرى المولد جعلنا كلنا نتجند لخدمة هذه المناسبة كل حسب طاقته وكل حسب مورده وكل حسب إرادته نعظم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستقي منه دروسا وعبرا تجعلنا نسمو فوق المشاكل وفوق الإطرابات وفوق كل شيء لأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد أنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير ونعم المولى ما زادن أعجائيو ونعجلا ونعم المولى ونعم المولى ورادن جانب لقد أعطينا بأن يكون هناك تفيا من نجيريا لقد أعطينا شيخ إبراهيم لقد أعطينا شيخ إبراهيم لقد أعطينا شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم يكتب فيها أعطينا هذه الأرض التي تتعرض في الناس دلنا الآخرة منفاتا كوى يزولن ودينة يزولوني بكاتا الله يبياشي كامي كوى قداما اللي كيايوكو جزوانكو هاركو كوانكو بجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نعم المولى ونعم النصير والله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سر الموجود صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الميامين أولا نشكر الشيخ محمد الأمين الذي افتتح هذه الجلسة رسميا و رئيس جمعية أنصار الدين في سنغال كما أحيي حضور فضيلة الشيخ الحج المشري ابن سلالة طيبة وأشكر وأشكر أيضا هذه اللجنة التي تشرف على في بقية الأيام في السنة وأشكر الحضور الذين جاءوا من بعيد ليشاركون في فعاليات الاحتفال بالذكرى موليد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غروة في ذلك هذا ما ورثنا من مولانا الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس إذن كي لا نضيع وقتا أكثر مما ضيعنا في هذا الصباح نبدأ بإعطاء الكلمة للأستاذ السيد علي نياس ابن الشيخ الحج عبد الله إبراهيم نياس ليلقي كلمته فليتفضل مشكورا اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم التنزيل المستحيل في حقه التبديل والتزوير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والسلامان الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أصحاب المعالي والسعادة المحترمين السادة السادة الكرام ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لإباد أذب أن أعبر لكم شخصيا ونيابة عن رئيس جمعية أنصار الدين السيد الفاضل محمد منحمنا ابن الشيخ إبراهيم عن أسمى مشاعر الشكر والامتنان لحسن تعاونكم المادي والمعنوي في كل ما من شأنه أن يهيئ الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحدث الكبير كما يبدي هو فرحته العارمة بمشاركتكم المباركة في هذه الندوة العلمية التي تعقد في هذه الحضرة الطيبة المباركة تحت إشرافه وبمشاركته القوية والمباشرة تلبية للحاجة الماسة التي تحتم علينا اتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى حفظ التراس العلمي الثمين الذي خلفه الأجداد والآباء الكرام من هذه الأسرة العريقة في نشر العلم والدين وضرورة القيام بخطوات هامة لإلقاء مزيد من الضوء على ذلك من التراس ليقف الناس على حقائق الأمور ولضحض أباطل المستعمرين ومن خلفهم في هذا النهج المنحرف من المرجفين والحقيقة أنه بالرغم من هذا التاريخ إلا أنه وبسبب ظروف استعمارية وسياسية غاشمة كانت ولا تدال هناك محاولات يائسة للتهميش والتقليل من شأن هذا الدور الكبير الذي قامت به هذه الأسرة كما أن هناك محاولة دعوبة يقوم بها بعض المؤرخين وبعض سادة جامعيين الذين تأثروا بتلك السياسات الاستعمارية في هذا التطبيل ومحاولة النيل من تاريخ هذا البيت الديني والعلم الأصيل ويصرون بإيهام الناس بضحالة هذا التراث وبخاصة هذا الدور الذي قام به الجد الكبير والمجاهد العظيم أبو العلماء العباقر وسليل العلماء أبا وأما الحاج الحاج عبد الله بن محمد بن مدنبا رضي الله عنه أجمعين فهو من جهة أمه من حفدة سليل مسام بجام العالم الكبير الذي ذاع الصيده وطبقت شهرته وشهرته الآفاق ورغم طخامة أعمال وإنجازات هذا المجاهد الذي ضحى بالنفس والنفيس في مقاومة التعليم والتسقيف القصري الاستعماري وقد عقد الشيخ العدم على الوصول إلى مطالب العلية المباركة بزيارة فاس مركز ختم الولاية المحمدية التجانية ورجع إلينا بحوزته إحدى عشرة إجازة ما بين مطلقة ومقيدة فكان أول مقدم تجاني من منطقة سنغاميا يزور فاس وينال تلك الإجازات من مشاهير المقدمين من أهل فاس في ذلك الزمن فالمصادر التاريخي السنغاميا لم تخبرنا بمن سبقه في هذا الإنجاز الكبير وهذه الزيارة التي تعد الأولى من نعيها من مقدم تجاني ولله تر الخليفة الحاج محمد رضي الله عنه الذي يقول في ترحيب الشيخه ووالده بعد رجوعه من فاس من حج لله بيت الله محتسبا ودار في طيبة خير البريات ودار الشيخ في فاس على كبر لكن يحركه حب الملاقات فنال ذلك يقضانا وصافحه بحر المعارف ينبوع الكرامات ونذكر بأن كثيرا من هذا الجيل الجديد الحالي لا يعرف بأن مؤسس هذه الحضرة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه قضاء السنوات العشر الأولى من طفولته في النفي القصري ناهيك عن الصغار إخوته أمثال الشيخ سرينبي الذين ولدوا في المنفى فقد نشر الشيخ الحاج عبد الله رضي الله عنه الدين والعلم والصلاح في كل أنحاه هذا الوطن وخاصة في هذه المنطقة المسمى بسنغاميا مقر الأسرة ياسينية الدائم بعد انتقالها من جرف تلبية لنداء الإمام ما بجخ رضي الله عنه وأذكر السادة الكرام المشاركين في هذا الملتقى العلمي بأن هذه المبادرة التي تقدم بها أخونا السيد أحمد بكار ابن عمر نين وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة العلم والتراس التابعة لأنصار الدين لتهدف إلى وضع خطة محكمة في مواجهة هذه السياسات التطبيلية المتوارسة من الإدارات الاستعمارية وبعض النخب السياسيين والدينيين السنغاليين الذين خلفوا تلك الإدارات الاستعمارية المتعاقبة وإلا فكيف يقبل العقل السليم التقليل من شأن هذا العالم الجليل الذي تخرج من مدرسته العريقة جهابزة العلماء كامسال الخليفة الحاج محمد نياس رضي الله عنه والشيخ عمر والحاج محمد زينب والشيخ إبراهيم مؤسس أكبر طائفة صوفية في العالم وأكبر فرع تجاني على الإطلاق وهذا ما أكده جمع غفير من الباحثين المستقلين الذين تبتعد عنهم الظنة وسوء النية في قلب الحقايا والوقايا والوقايا بعكس أولئك الذين يحاولون تزييف التاريخ وطمس الحقائق وأخيرا نقتنم الفرصة للتجديد الشكرين العميق للسادة المشاركين في هذه الندوات من الأساتذة والعلماء المحاضرين الذين لم يكتفوا بقبول الدعوات الموجهة إليهم للمشاركة بل تحملوا التكاليف اللازمة لرحلاتهم وتنقلاتهم فجزاهم الله عن الحضرة وعن الخليفة الشيخ أحمد التجان بن الشيخ إبراهيم كل خير ونشكر كل كذلك كل من شارك في تنظيم هذا الحدث العظيم من اللجان التابعة لجمعية أنصار الدين وغيرهم ممن تعاونوا في تنظيم هذا الحدث بالنجاح بسم الله مرحبا ورحمه الجميع والعظيم يا شيخ شهر وعنك كلمة كلمة وكلمة لتنقل ربما كلمة لربما المعرفة وكلمة لتنقل وقلمة وكلمة لفربي وعساء بلات الله لفربي وعنبي 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 احمق النسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ون حتى ن Изولان وعنقر ازرب رجاء سقنقر محبون نطول تعطيح المدلس يرانان ان اقل رئكومات لتحرقه على معرفة تحرقه على حالة وفرقه على التعليفة لتحرق أدنك وفرقه على التعليف وفرقه على عدد الأعبة ومعرفة بشكل خلال إليه يترقى على العمل في مستabilونة لطاعدة لجوارة وحدي أبد الله التجاريز على سرمت بخبارات المدعية ومجتب بيحلهم على وقت أرسلها وقد خطت كما يعتقدون المدع للعاستانية على الواقع المملكة المعاملة ومن برقية السنقانات اشتركوا في قبل سعيطان لعبانه على سبيل المحلع وقاله اسمه كانت في المسافر بالسرعة انه جيداً يساعد من قطعه منه بطير الناشى مع دوائم وانه وقاله في صديقه وقاله موضوع وإنه وقاله أولم وقاله مقره وضوحه مقاله وزرعة الهيارة في أبدا أعنى جداً وقاله وقاله مستوى قادة وقاله وقاله اعجبه ملم بس إبداً وقاله 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 اعجبه أسنع منه وقاله فهزة. Il atteignit son objectif sublime car ayant rencontré en état d'éveil son chef. Il sera la main de la mère des connaissances, la fontaine des miracles. Auguste Assemblée. Beaucoup de personnes parmi la nouvelle génération ignorent que le fondateur de cette Hadra, Sheikh Ibrahim, a passé les 10 les 10 premières années de son enfance en exil forcé. Sans parler de ses frères et soeurs cadets comme Sheikh Sérin Baï qui sont tous nés durant l'exil gambien. Le Sheikh Al-Hajj Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a propagé l'islam, l'éducation religieuse et l'éthique et les a étendus au territoire sénégambien après avoir quitté les diolophes pour répondre avec son illustre père à l'appel des imams Mabad Yachouba Al-Mami d'Uribe. Qu'Allah soit satisfait de lui. Je voudrais aussi rappeler aux participants de ce forum scientifique que cette initiative introduite par notre frère Ahmed Boukhar Ibn Omar Nian en collaboration et en coordination avec la commission scientifique et du patrimoine dans sa réunion vise à élaborer un plan. vise à élaborer un plan énergique pour faire face à certaines influences trompeuses héritées du colon mais également d'une certaine élite politique et religieuse sénégalaise relais naturel du premier nommé. Sinon, comment un esprit saint peut-il accepter de sous-estimer ces grands savants dans l'école dans l'école duquel ont été formés des érudits tels que Al-Khalife Al-Hajid Mohamed Nias qu'Allah soit satisfait de lui Cheikh Omar Nias Al-Hajid Mohamed Zeynep Cheikh Ibrahim leader du plus grand mouvement soufi au monde et dont la branche tijane est incontestablement la plus importante de la taréka tijane dans le monde comme le confirme d'ailleurs des chercheurs indépendants non sénégalais exempts de toute mauvaise foi et de parti pris contrairement à ceux qui cherchent à falsifier désespérément l'histoire dénaturer et effacer des faits qui défient le temps et l'espace enfin nous saisissons cette opportunité pour renouveler nos sincères remerciements aux participants à ce symposium de très haut niveau professeurs conférenciers qui ont non seulement accepté les invitations qui leur ont été adressées mais aussi supporter les goûts de leur voyage nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les commissions en sardine ainsi que toutes personnes institutions ou organisations dont le concours a contribué à la régie de ce colonne wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh merci beaucoup à la régie à la régie à la régie à la régie